انت بدك اشياء اما بدك حب ببيت القاب في حب والحب بيخلق الاشياء الحب بطبيعة عطاء طلع ببيتك على الارض انت بتشتغل تتأمن معيشة افراد عائلتك ومنهم ناطر الحب والحنان ما بدك غير الحب والحنان بس اذا بالحقيقة في حب وحنان بصير فيه عطاء المرأة اللي بتحب جوزة من ابسط الامور بتطبخ بحب بتنظف بحب بترتب البيت بحب بتهتم بالولد بحب واذا بتشتغل برات البيت بتشتغل بحب لاي لانه الحب بيعطي وانت نفس الشي اذا انت مسؤول عن تأمين معيشة عائلتك فيك تعملها لانك مجبور ولانه واجب ولانه الناس هاك بالدنياك تعمل ولانه بيحتقروك اذا ما عملت هاك بس بتصير كل شغلي بتعطيها بالبيت بتكون مسلوخة عن قلبك وبتواجعك بس اذا عرفت تحب ما بتقود تسأل عن الناس بس بتصير تقول ما فيي الا ما اعطي لانه اذا ما عطيت ما بكون انا ويسوع بيقول لك اذا كنتم انتم الاشرار تعرفون ان تعطوا العطايا الصالحة لابنائكم فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات يعطي الروح القدس او يعطي الاشياء الصالحة للذين يسألونه فياخي يا اختي تعوا عن جد ببيوتنا نعيش الحب حتى نكون عم ندوق ابتدئا من هلأ البيت يلي عم بيقول نقله الطريق اللي اسمه يسوع بيت الآب وخضن الآب والله معك